موسيقى نحن آسفون لا نستطيع تعينك في شركتنا نظرا لأن خبراتك العملية غير كافية ولكنني حاصل على تقدير امتياز في الكلية ما بك يا سامح يظهر عليك التعب لقد كنت أذاكر للاختبارات ولم أجد فرصة للنوم فأنت تعلم أنني أريد أن أحافظ على التقدير العام حتى أعمل في وظيفة أحلامي بعد التخرج وظيفة أحلامك وهل وظيفة أحلامك تستوجب التقدير العام؟ يا سامح هذا الكلام من الماضي أما في وقتنا هذا يجب أن تعمل على نفسك وتعزز من خبراتك وتحضر العديد من الكرسات التعليمية في مجالك حتى أثناء الدراسة لكي تتخرج وأنت لديك الخبرات الكافية التي تؤهلك لسوق العمل صدقت يا ياسين فسامح يعيش في الماضي ولما أستمع لنصائحهم؟ أنا متأكد أن التقدير العام هو المؤهل الوحيد لوظيفة أحلامي نحن آسفون لا نستطيع تعيينك في شركتنا نظرا لأن خبراتك العملية غير كافية ها؟ ولكنني حاصل على تقدير امتياز في الكلية نحن في عصر السرعة يا سامح وكما تعرف حجم شركتنا فنحن لا نمتلك الوقت الكافي لتدريبك على العمل من الصفر كان لابد أن تعزز من خبراتك أثناء الدراسة حظا موفقا في خطواتك القادمة وفي مثال آخر إن خريجين الكليات أصبحوا كثيرين لكن القليل منهم هم من يستطيعون إضافة قيمة جديدة لأن أغلبهم تنفيذيون فقط وليسوا مفكرين أو مبدعين ولا يمكنهم إيجاد حلول للمشكلات في رأيك بصفتك مديرا لشركة من أكبر الشركات العالمية لماذا لم يستطع التعليم حل هذه المشكلة؟ إذا نظرت لمعظم أنظمة التعليم التقليدي ستجد أن كل قواعدها مخالفة لما يتطلبه الأمر لكي تكون ناجحا في الحياة الحقيقية كيف ذلك؟ في التعليم التقليدي من يخطئ في إجابة أحد الأسئلة فإنه يعاقب في حين أن من لا يخطئ في الحياة الواقعية لا يتعلم في التعليم التقليدي عليك أن تنفذ ما يطلب منك دون تفكير لكن في الحياة الواقعية يجب عليك أن تفكر في نتائج ما ستفعله لأنك ستتحمل هذه النتائج وحدك في التعليم التقليدي عليك بحل اختبارك وحدك إذ لا يسمح لك بالتعاون مع أحد وإلا ستصبح غشاشا في حين أن الواقع أثبت أن التعاون والعمل في فريق هما الحل الأنسب لتنفيذ معظم الأعمال في التعليم التقليدي هناك إجابة واحدة صحيحة دائما أما في الحياة الواقعية فهناك أكثر من طريقة لحل أي مشكلة هذا كله ليس صحيحا حيث يتخرج الطلاب من المدارس خائفين من ارتكاب الأخطاء ومعتادين على فعل كل شيء بأنفسهم لا يتعاونون مع أحد لا يوجد لديهم عصف ذهني يريدون الوصول للإجابة الصحيحة الوحيدة وهي غير موجودة في الأساس إذن بماذا تنصح متابعين يجب على المدرسين وأولياء الأمور اتباع أساليب مختلفة في التعليم وتعليم أبنائهم مهارات جديدة تساعدهم في الحياة الواقعية كالمهارات التالية أولا الذكاء العاطفي ويشمل ذلك الاستماع الجيد والتعبير عن الأفكار والمشاعر ثانيا التفكير الإبداعي وإيجاد حلول جديدة وطرق مبتكرة لمواجهة مختلف التحديات ثالثا التفاوض والتوصل إلى اتفاقيات مرضية لجميع الأطراف رابعا إدارة الوقت واستغلاله بشكل فعال لإتمام مختلف المهام وتحقيق الأهداف خامسا التعاون والعمل الجماعي سادسا التعلم المستمر والقدرة على التكيف مع التغيرات والاستمرار في تطوير المهارات والمعارف سابعا وأخيرا تعلم إدارة الأعمال وإتقان مهارة التحليل واتخاذ القرارات والتفكير النقدي قصة مقدمة لكم من بروكلين بيزنس سكول ما أهم مهارة يحتاجها سوق العمل من وجهة نظرك؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر